من أخبار بقى نادي الأهلي جلسة مصالحة بين جاريدو ومارسلو مارسلو حسين السيد طبعا الوافد الجديد نادي الأهلي أنهى الأسباني جاريدو والمدير الفني خلافه مع الزهير الأيصر حسين السيد بجلسة ودية تمسك فيها الخواجة بما فقط بمواقفه الرافض لحالة استطار التي يظهر عليها اللاعب في التدريبات ولا قد تؤدي إلى وقت ما إلى معاقباتيه مادية بصوا بقى شخصية جاريدو شخصية مختلفة شوية وهي شخصية حازمة في التدريبات وعنيد وعنده الأخلاقيات والمبادئ والسيستم مدرسة ماني وجوزي شوية يعني هتتدلع وتستهتر معايا مش هتشوف الملعب في الماتشوط أموره واضحة ما بيجيش مين وش مال فيه لعيب ما يتمرنش قوي كان بتنفع زمان يعني تنفع زمان مع مدربين مصريين مثلا يقولك إيه مقرس على اللعيب عمله نص تمرينة اللعيب ده ما يستحملش تمرينة السلعيب ده في الماتشوط ييد الأجانب ما عندهمش كده الأجانب تتمرن كويس تلعب أموره واضحة يعني بردلي مثلا آيام ما كان موجود أنا مثلا تلقى كذا معسكر برا أو ماتش ودي أو بتاع ييجي يمسك اللعيبة كلها يقول لها عندي يومين ثلاثة اللي ماسك نفسه في التمرينة حيلعب حراس المرمى تموت بعض تموت بعض وأكيد أنت بيبقى في دماغ حاجة أو في دماغ مين حيلعب ولكن هو دي دي المدرسة مدرسة الأجانب غير مدرسة المصريين مدرسة المصريين قعد ممكن تتمرن وتعمل وتتدلع يعني مش قص تدلع طبعا كل احترام مدين الفنين مصريين طبعا ولكن يبقى عنده فردة يعني يقولك إيه ما قدرش أدربه بالقوة دي أو ما قدرش أدربه بالتقل ده لأ الأجانب لازم دوس فول باور موت نفسك في التمرين انزل اديني في الماتشوط أنا ححكم عليك انك هتلعب أو مش هتلعب من التمرين واضح يعني برضو ان جريده الفترة اللي فاتت كل فترة عنده أزمة مع لعيب لازم يفوقه يعني رمضان صبح قعب معه فترة واداله أكتر من انزار ان هو ينزل يكون موجود بقوة في التقسيمة أو في الملعب ده بنان على التزامه على معيده عن نيجي في معاده كان برضو ليه كلام كتير مع حسام غالي برضو بالتزامه بعدم موجود برضو عصبية واضح النهاردة ان هو ماسك حسين السيد كل فترة بيمسك حد ولكن الحقيقة الراجل واضح ان هو مدرب كويس واضح ان هو جاي بقوة ونتمنى ان شاء الله بإذن الله عودة دوري عشان كل واحد بقى يتكلم عن نفسه ما نقولش هنتكلم عن ناس الدوري يرجع من هنا يجي عم فريرة قدي الملعب وفارس لفارس وانتوا أحرار مع بعض بقى لكن هنقول جاي ونتكلم وبتاع ده في الهواء ولكن ان شاء الله بإذن الله ما يرجع الدوري كل واحد وحسب محضر نفسه واستفاد أعتقد فريرة بشكل كبير جدا لان كان محتاج وقت يعني كان جاي ماسك محتاج وقت أعتقد أخذ الوقت وقدر يتعرف على الفريق وعنده لقاء يوم الحد في طولة الكونفدرالية اللي ان شاء الله بإذن الله الزمالك مرشح وبقوة ان هو ياخدها جريده بيختار عشرين لعب لمواجهة الجيش الرواندي واستبعاد عبدالظاهر أخوان كالوس المديل الفني لنادل أهلي بيعقى قائمة التي سيأخذ على أثارها مبارات الجيش الرواندي المحدد لها السبت المقبل وعاصمة الرواندية في زهاب دور الاثنين وثلاثين وسبقة دور أبطال أفريقا ضمنت القائمة كل من شريف إكرامي عدل عبد منعم ومسعد وورا نجيب وسعد سمير وشريف حاز ومحمد هاني بسم علي وحسين السيد وصبر رحيل نص ملعب غالي وعشور وعبدالله السعيد تريزي جيه وبيتر والأسيوبي صلاح الدين ووليد سليمان مؤمن زكريا متعب رمضان صبحي أحمد عبدالظاهر خرج من التشكيل تماما برضو ده بالنسبة لنا خروج أحمد عبدالظاهر ولكن واضح أن كمية الراجل مع أحمد عبدالظاهر مش ماشي قوي لأنه بيديله على فترات يديله فترة يقتنع بيه جدا ويرجع تاني يوم معاده أحمد عبدالظاهر من الحقيقة المهاجمين الأقوية جدا ومهاجمين الفرد التقيلة جدا ولكن مش قادر يقنع الراجل مش قادر يمسك في الفرصة بشكل قوي المدربين أجانب دول ممكن يديك فرصة واتنين لازم تحجر فيها لازم تقول له لا أنا هو دي مش جاية جات الفترة فاتت شوية مع أماد متعب وبقوة ولكن لازم تدوس بنزين معاه كل ما بيدي لأحمد عبدالظاهر يرجع يسحابه تاني نتمنى إن شاء الله بإذن الله عبدالظاهر لعيب خلوك ولعيب كويس نتمنى إن شاء الله بإذن الله للتوفيق